ترجمة نانسي قنقر المستوى الشريط الحدودي لدوار ولاد صالح التابع للجماعة القروية بني خالد الواقع على وعد 30 كم شمال شرق مدينة وجدة وقد أصيب خلال هذا الحادث المواطن المغربي الصالحي رزق الله 28 سنة متزوج وأب لطفل واحد بجروح بليغة على المستوى الوجه وقد تم نقله إلى مستشفى الفرابي بوجدة حيث اعتبر الطاقم الطبي حالته الصحية بالجد حرجة وتندد الحكومة المغربية بقوة بهذا الانتهاك والمس المباشر والغير المقبول لحياة المواطنين المدنيين المغاربة من طرف الجيش الجزائري كما تشجب هذا التصرف الغير المسؤول والذي ينضاف إلى الأفعال المستفزة الأخرى التي تم تسجيلها في الآوينة الأخيرة على مستوى الشريط الحدودي وتدين المملكة المغربية هذا التصرف الغير المبرر والذي ينتهك أبسط قواعد حسن الجوار ويتناقض والأواصر التاريخية وروابط الدم التي تجمع الشعبين الشقيقين كما تطلب من الحكومة الجزائرية تحمل مسؤوليتها طبقاً لقواعد القانون الدولي وموافاة السلطات المغربية بملابسة هذا الحادث اشتركوا في القناة